اشتركوا في القناة اللي خبرنيا ما عم بقدر اهدى كأنهم جايين اللي يطلبوني ناري مان ليكو أجا نزليم شأنستأبيو ماجد ولهيك ما رأتل عندك لو سمحتي بعرف كتير منيح شو بدك تقولي ماجد بس انت لازم تسمعني نيفين خلاص انا ما بدي اسمع اي شي لا منك ولا من غيرك لا تضل اخر واحد بيعرف كل شي بس هالمرة اسمعني هالمرة وبعدها روح ناري مان كذابة كذبت عليك انت عن شو بدك تحكي سبايا شبكو النازلين هيك رح تتفرك شو لا والله اصلا احنا كنا نازلين اه شلون طالعين طالعين بتجننوا ماجد لو سمحت بس اسمعني هالمرة يعني الموضوع مهم كتير صاير عن بشفق عليك عن جد يلا شو بدك تقولي احكي ماجد لو سمحت اسمعني لا انت اللي رح تسمعيني انا بحبة لهالمخلوقة وحضرتك هاي القصة ما كنتي تستوعبية شو اعمل شو ما رح تقولي ما رح اسمع انا حياتي ما رح تكون الا جنبنا ريمان حبي عم تفهمي؟ لا كتير تتعبي انت بحياتي ما لك وجود ماجد انا ولا بموت فيك يا ريت لو سمحتي تروحي من هون انا مو فاضي بنو قلتلك ما لك وجود بحياتي يلا امشي دا امي امي الباب كأنه اندق كمان انا هيك حسيت وليش انا ما سمعت؟ خالتو ما رح تسمعي بل كيدا قوما انتبهنا يعني بيكون الجماعة زعلو ورجو عالبيت هلا انا بحل بمعرفتي ما نعطي الباب اندق؟ بعدي هيك خليون يتفضلوا اهلين وسهلين اهلين وسهلين اهلين وسهلين تفضلوا اهلين 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 اتعوا ايه انا ما فيني بعد كل شي صار اني روح بدون ما اخد بتاري منك حتى اذا كلفني هلشي حياتي كلها موسيقى جهاد؟ يا ابن حارتي نعم بدك تلحاني متأكد وشو فييا؟ ما انا طول عمري بلحقك وينما انت بتكون؟ يلا اقولوا فتفض مع الليم شو بدي احكي ما الحكي خلص وما بقى له طعمة